الرئيس وصل الى الحكم او الى الرئاسة وهو محمولا على الاعناق ولا احد يستطيع المفصلة ده وجاء بحالة ملحمية خد بالك ده اول رئيس جمهورية في تاريخ جمهورية مصر العربية منذ قيام الجمهورية ما بعد ثورة 52 يتفق عليه كل الناس كل الناس من اقصى اليسار لاقصى اليمين ما حصلش انه في حد وصل في اول يوم للحكم بهذه الشعبية الجارفة اه ولا الرئيس عبد النصر الله ارحمه رئيس عبد النصر كانت شعبيته تركه مية رئيس السيسي جاي من اليوم الاول مية في المية الناس شيل صوره ده من قبل ما يوصل الناس رفع صوره في الميادين وفي الشوارع ومعلق صوره جوه البيوت وعلى الحطان وفي البلكونات وما حدش يقدر ينسى ده ما تخليش الدنيا بتجري بيك فانت تنسى هتجي تقول لي بس هقولك لا استنى بس سنة انا من الناس اللي مؤمنة جدا بتلاتين ستة انا من الناس اللي مؤمنة جدا بنتائج تلاتين ستة ايمان كامل وفي قرارة نفسي وانا ما اظنش ان انا قلت الكلام ده قبل كده انا من اكتر الناس اللي بتأيد هذا الرجل وهأيده لحد ما موت الفترة اللي ذكرها الرئيس 2015 ورفع الدعم الجزئي انا واحد من الناس اللي اتبرجلت انا رجل يساري رفع الدعم الناس الغلابة لأ خدت خطوة الورا واظنه ده موجود واظنه على اليوتيوب لأ يقينا على اليوتيوب ده معروف قلت لأ ومش عارف ايه واعترضت واختلفت حلو رئيس الجمهورية بمنتهى الجسارة فضل مكمل وهو يعلم انه ده هيهز ناس زي حالتي انا واحد راجل مؤيد جدا بحبه جدا بحترمه جدا مؤمن بيه جدا مقتنع بيه جدا بس اتهزيت وخدت خطوة خطوة اللي وراء لا 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 ايه ده ازاي رفع دعم جزئي لا 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 ازاي خطوة التعويم دي كانت لازم تحصل خلي بالك برضو اغلبنا يعني الناس اللي اتربت جوا اليسار دول ببقى احنا شويتين بنبقى شايفين ان احنا ايه افهم اقدر اكثر الطلاق حاجات كده عندنا منظور ما يا سيدي شايفين وهو الاصح سيبك من كل الكلام اللي انا بقوله ده احنا شايفين ان احنا الاصح فكان يجب علينا عندما اتخذ خطوات متعلقة بالتعويم ان يقوم الرئيس والحكومة بفعل كذا واتخاذ كافة مش عافي الاجراء الفلاني والقرار العلاني فيش مشكلة في ان احنا نطرح لكده انا بقولك اهو اه انا رجع لورا كده ماشي الكلام زي ناس تانية اكيد هل خاف الرئيس على منحنى شعبيته لا وده الاهم عشان كده ده بقولك الاكثر جسارة وجرأة وشجاعة لانه ما شغلش نفسه باق معدل الشعبية ولا كل الكلام ده خالص هو شغل نفسه بانه هو الصح ايه ايه اللي لازم يتعمل وعلى رأيه ما الرئيس يقول دايما اصلا ربنا هيحسبنا فهو كان بيرضي ربنا بيرضي ضميره تجاه ايه قال تجاه الاحياء احنا اللي عايشين بس لا واللي هيتولده واللي جايين اللي أجيال قادمة ومتعاقبة قولوا ان شاء الله فكانت المسألة بالنسبة للرئيس هي المغامرة المحسوبة عشان كده الرئيس اشار هنا الايه فكرة هي قياس مدى صلابة الدولة وقدرتها على انه نقدر ناخد مسارات اقتصادية جديدة نخلق مسارات جديدة ليه علشان مستقبل هذا البلد فعدت الدنيا لقينا ان قرارات الرئيس صح 100% 100% لا انا عايز اقوله لسياتك لما تاني تجد رئيس الجمهورية يقف في هذا المؤتمر امام 104 مليون مواطن بل وامام المجتمع الدولي هذا المؤتمر منقول على كل التلفزيونات مصرية وعربية وغيرها يتحدث بهذه الجرأة والوضوح والشفافية اعرف ان انت ماشي صح ليه لانه الدولة واخد قرار استمع لكافة الاراء وناقش كافة الاراء وايا كانت اراء المختلفين ان كانت هي الاسوب فليؤخذ بيها موسيقى